اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونالتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي ما زلنا نتحدث عن ما يسمى بالانتخابات المبكرة ونتائجها لأنها هي الحديث الشاغل الآن في الساحة العراقية ومن ضمن هذا الحديث نسبة المشاركة ربما أشرنا إليها في حلقة سابقة وفي حلقات سابقة لكن اليوم ربنا نتحدث بطريقة دقيقة عن هذا الموضوع يعني من البداية وقبل الانتخابات كانت كل القوى العقلانية والوطنية القوى المناهضة للعملية السياسية القوى المناهضة للاحتلال القوى الرافضة للعملية السياسية القوى الرافضة للقوى الحاكمة كلها كانت تتوقع وتقول بشكل واضح أن نسبة المشاركة ستكون ضئيلة جدا وأنها ستكون أعلى بكثير من نسبة يعني أعلى في عدم المشاركة من النسبة التي رفضت المشاركة في انتخابات عام 2018 وهذا ما تحقق فعلا في يوم الانتخابات يعني حتى في الانتخابات الخاصة كانوا يتوقعون أنه نسبة المشاركة 100% هذه القوى الأمنية والقوى العسكرية لكن مع ذلك النسبة كانت ضئيلة وجاءت يوم الانتخابات العامة يوم 10-10-2021 وإذا بالشعب لا يخرج لهذه الانتخابات رغم كل الدعايات، رغم كل الوعود، رغم كل الضغط الذي مورس عليه من قبل كل الأحزاب، من قبل الحكومة، من قبل كل أجهزة الإعلام الداخلية والخارجية يعني إقليميا ودوليا مورست على الشعب العراقي ضغوطات كبيرة إعلامية ودعائية كبيرة لكي يدفعوا به المشاركة في هذه الانتخابات لكي يقولوا بعد ذلك يعني معدل نتيجة هي مسبقا لكن لكي يقولوا أن هذه النتيجة لم تأتي اعتباطا هذه جاءت بإرادة العراقيين لكن لم يحصل هذا وظهرت النتيجة وكان يعني حتى من أرادوا أن يعني يعني ربما أن يلتزموا يعني بالحد الذي يمكن الحديث عنه بهذه الطريقة وبأخرى وقالوا أن النسبة لا تتجاوز الـ 15% وبعد ذلك بعد أيام من انتهاء هذه الانتخابات ما يسمى بالانتخابات ظهر أياد علاوي ليقول أن النسبة لا تتجاوز الـ 12% وقال أن الانتخابات والبرلمان والدستور كلها وليدت العملية السياسية وكلها قامت على خطأ وهذا الرجل عندما يتحدث أياد علاوي نحن لا نزكيه ولا نأخذه مثالا لكن نقول أنه واحد من رموز هذه العملية السياسية واحد من أبرز رموز هذه العملية السياسية منذ عام 2003 إلى حد الآن يعني هو أول رئيس وزراء عين من قبل قوات الاحتلال الأمريكي يعني بعد أن ذهب بولي بريمر هو الذي مسكها العراق كرئيس وزراء في عام 2005 ووصوله إلى 2006 وفي 2010 فازه وقامته وتآمروا عليه وتوافق الجانب الأمريكي والإيراني على اختيار المالكي رئيسا للوزراء بلعبة الأكثرية والأقلية البرلمانية هذه التي سميت وبالتالي تآمروا على النتائج بالطريقة التي شهدها العالم ويعرف العالم كل هذا التزوير عموماً هو أيضاً قال قال لم تكن هناك بيئة ملائمة للانتخابات بسبب السلاح المنفلد هيمنة الطائفية والمال السياسي وهذا واقع الحاد يعني كل القوى المناهضة والقوى الرافضة تقول هذا كل القوى الشعبية تقول هذا وكانت مطالب ثوار تشريد لإجراء هذه الانتخابات يقولون زوراً أن هذه الانتخابات قد جاءت تلبية لمطالب ثوار تشريد هذه غير حقيقة ثوار تشريد طالب وبإجراء هذه الانتخابات لكن بشروط أول هذه الشروط القضاء على الفساد ثاني الشروط هو هو امساك القتل الذين قتلوا المتظاهرين ومحاكمتهم ثالث شروط انهاء الميليشيات انهاء السلاح المنفلد تحسين الوضع كل هذه الأحزاب لا تشارك نظام جديد قانون جديد الانتخابات قانون جديد الأحزاب عملوا قانوناً جديداً للانتخابات قالوا انه استجابة لمطالب الثوار واذا به مفصل لحاجتهم ليلبي حاجات هذه القوات يعني مفصل بطريقة شيطانية لكي يلبي حاجاتهم وهذا ما ظهر فيما بعد المهم النسبة اياد علاوي يقول الانتخابات غير نزيهة وبعدها قال انه لا يجوز وهذه القول الفصل اللي هم اعتمدوا عليه في البداية الآن يتحدثون يعني لا يقبلون به بالبداية عندما جاء الحاكم بول بريمار وجاءه الأمريكان وجاءت هذه العملية السياسية ومجلس الحكم والناس تتساءل ماذا الذي تجرونه قالوا هناك أكثرية وهناك أقلية عفوا وحسب المواصفات العراقية أو يعني الشعب العراقي على أساس طوائف وأساس مذاهب وجمعوا المذاهب والقوميات بخانة واحدة يعني تحدثوا عن الشيعة وسنة وأكراد يعني هذا مكون قومي وهذه مكونات طائفة لا يمكن الجميع بينهم لكن هكذا فلذلك وأظهروا نسبا لهذه المجامعة وتركومان وغيرهم في هذا الشكل ومسيحيين أديان على قوميات على مذاهب في هذه الطريقة وحددوا أنه هناك أكثرية وهناك أقلية وعندما سئل حتى بريمار من قال لك أن هذه الجهة أكثرية وهذه أقلية وهذه كذا قالهم قالوا لي من هم قال هذه الأحزاب التي كنا نجتمع معها فبالتالي هذه الخلطة الخلطة المسمومة والطبخة المسمومة التي جاءوا بها للعراق ومزقوا فيها المجتمع العراقي فبالتالي وصل آياد علاوي آخر شيء قال أنه يعني لا يجوز قبول هذه النتيجة الانتخابات لأنه الأقلية هي التي من مشاركت والانتخابات والأكثرية هي التي رفضت قال أنه هناك 88% من العراقيين رفضوا المشاركة وهذا قرار رفض واضح و 12% فقط الذين شاركوا في الانتخابات إذن هناك أقلية ويعني أكثرية وأقلية لكنهم لم يستمعوا لذلك ولا يقبلون بهذا الحديث طيب لماذا قبلتم هناك بالأكثرية والأقلية وهنا لا تقبلون بالأكثرية والأقلية فبالتالي فبالتالي نسبة المشاركة نسبة ضهيلة جدا جدا جدئة وماذا تعني ذلك دلالاتها أن الشعب العراقي قد ملها هؤلاء قد مل كذبهم كل كذبهم كل ادعاءاتهم كل طائفيتهم كل شحنهم الطائفي كل شحنهم كل كذبهم كل وعودهم كلها لا يشتريها الشعب العراقي بيعني بأي شيء بأي ثمن لا تساوي شيء عند الشعب العراقي ما عاد يصدق كل كلامهم لا يصدق بإعلامهم لا يصدق بكلامهم لا يصدق بسياسيهم لا يصدق بأي شيء طيب كيف تحكمون شعبا هو رافض لكم كيف تقنعونه يتحدثون عن إمكانية عادة الثقة للشعب بالعملية السياسية كيف تعيد الثقة بالعملية السياسية وأنت أكثر من 18 سنة سلبت العراقيين أرواحهم وحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم وأبنائهم وشردتهم ومزقت بلدهم وسرقت وفسدت وكثرت الفقر وكثرت الأمراض وكثرت الأمية ومزقت التعليم ومزقت الصحة ومزقت كل الخدمات دمرتها وبالتالي الآن ومزقت كرامة العراق وهوية العراقيين ووحدتهم ووحدت مجتمعتهم مجتمعهم والآن يعني تتحدث عن إعادة الثقة كيف تعيد الثقة ساطع السنة من فقدان الثقة من الكذب والإدعاءات ونفس الوجوه ونفس الخراب الشعب رفضكم الشعب لا يقبل بكم والنتيجة حجم المشاركة في معاش بالمية لا تزيد عن كل القوى الحزبية والقوى التابعة لكم فقط من هم أتباعكم المستفيدين من هذه العملية السياسية فقط أما الشعب فضراء منكم هذا واقع الحال وهذه الرسالة يجب أن يفهمها الإقليم يجب أن يفهمها العالم يجب أن تفهمها الأمم المتحدة التي تعرف النتيجة حق المعرفة لكنها تكتم الحق مثل الشيطان تكتم الحق وتقف مع الباطل والمجتمع الدولي يعرف الحقيقة ويكتم الحق ويقف مع الباطل هذا واقع الحال الشعب العراقي لن يقبل بهذا النتيجة ولن تنضي الأمور مثل ما يريدون هذا واقع الحال أترككم بخير أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة